افتتحت بمقر الأمان العام لجامعة الدول العربية فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفي كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت قال إن هذا اليوم يمثل مناسبة سنوية مهمة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروع غير القابلة للتصرف من مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احتفالاً بهذا اليوم والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار برنامجها الإعلامي الخاص بقضية فلسطين للتوعية الرأي العام بهذه القضية المحورية يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر هذا العام وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 ليمثل مناسبة سنوية مهمة للتسكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كانت القضية الفلسطينية ولا تزال هي القضية المركزية لأمة العرب لا يفت في عضتها شيء ولا يوهن في عزمهم حيالها أي خطب ولو عزم فرغم كل ما يمر بالمنطقة منذ عقد ونيف لا تزال القضية الفلسطينية تجمع العرب وتوحدهم لعلنا نذكر هنا أن النبط الأصلي للقومية العربية قد اتكأ نوعا على القضية الفلسطينية واكتسب زخما منها فقد تتنوع رؤى العرب حيال أزمة هنا أو موضوع هناك وهذا وارد وطبيعي في عالم السياسة ولكنه أبدا لا يختلفون بشأن فلسطين إنها الحلم والرمز بحقيقة يوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو واجب واجب ليس على العربي فقط بل على المنتظم الدولي وهذا المنتظم الدولي قد عبر وترجم مشاعره وضميره للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني فأعتقد بأن هذا شيء لا بد منه لنصرة العدالة لا يوجد شك أن الاحتفال وتذكر هذا اليوم خاصة بالنسبة لنا احنا كعرب جدا مهم كون يمثل ذكرى قرار دولي اتخذ من قبل الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين وعاصمة القدس الشريف وهو الحق الذي يعمل الفلسطينيين والعرب وأصحاب الضمير في المجتمع الدولي لتحقيقه ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني المستمر من أذو أكثر من 75 عام تأتي هذه الاحتفالية والتي تنظمها سنويا الأمنة العامة لجامعة الدول العربية وبعثاتها في الخارج تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال جرمين إبراهيم التلفزيون المصري